السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للموضوع الناس اللي شفتها كثير عم تكلم عن موضوع الفاش في البياضات وعند الطيور انا بالنسبة الي استخدم النور مكتين هاي النور مكتين طبعا باستخدوهم من السنين وكل اللي يستخدمون ونصحتهم فيه قالوا انه جاب نتيجة جيدة ما شاء الله النور مكتين نفس الأوفيماك بس انه الفرع الأوفيماك هداك سعر 135 لانه اميركي مضاف مادة علي زيادة مشان البار الله يكرمكم والأغنام فيها دود يعني خاص يعني غالي عنه بس مشان المادة الزيادة فيه مشان الدود أما هاد نفس التركيبة ونفس المفعول فهمت علي والأطيور جدا ممتاز النور مكتين وسعره يعني بالسعودي تقريبا 35 أو 40 ريال يعني سعره جيد وممتاز يعني ويجيب نتيجة جدا ممتازة طريق الاستخدام هاي البخاخ 2 لتر بحط لك كل لتر 3 ميلي شوفو ثلاثة اذا الطيور ما في فاش اذا في فاش الطيور وفي البياضات في فاش حطوا خمسة خمسة ميلي تمام خمسة ميلي لل لتر يعني هاي 2 لتر محط عشرة ومروش الطيور البياضات الفاصل الحيطان الاستندات اللي عليها الطيور اي شي روشو ما بيأسر فيه حتى الطيور لو روشتها بالنور مكتين ما بيأسر بس حاول قدر المستطاع تتجنب العين قدر المستطاع هو لو جاء عليه ما بيأسر بإذن الله تعالى إذا كان في فاش ما في فاش حط ثلاثة ميلي يعني بقاية بس كل شهر مرة واحدة بإذن الله ما بتشوف فاش أبدا حتى لو تقول لي مثلا في فروخ ما بيأسر في بيض ما بيأسر ما في ضرر يعني نفتح البياضة الأطراف تبع البياضة المفصلة عند الباب حم تعالى العصي عند العصي بالإفاص إذا في فاش هاي كلها بتحركوا بترش النور مكتين الأرضيات الشبوك رش بوهم كان ما بيأسر ما نومضر يعني بإذن الله تعالى ما في ضرر وبتقدر تعطي واحد ميلي للتر شرب إذا في دود للديدان واحد ميلي للتر وثلاثة ميلي ترويش وقاية وخمسة ميلي إذا في فاش كل شهر إذا في فاش بالبياضات وفي عندك كمية كتيرة رش أول مرة بعد أسبوع بترش وبعد شهر بترش وكل شهر بتصير عندك بترش مرة واحدة بإذن الله ما بتشوف الفاش أبدا الله يتحدكم جميع وإن شاء الله نكون عفدناكم الفيديو سلام عليكم